دكتور أحمد الدوري العام المصري برضو عايزين هل حسبت الخسائر اللي ممكن تحصل في حالة إلغاء الدوري العام المصري؟ أعتقد أن هي هتبقى خسارة صعبة؟ أعتقد أن هتبقى صعبة جدا إلغاء الدوري المصري يعني احنا السنة اللي فاتت احنا أجلنا الدوري بعد كاس الأمم فاحنا بالنسبة أن احنا متعودين أصلا يعني أنا شايف أن احنا متعودين ده بالنسبة للدوري الإنجليزي والإيطالي والنسبة ماشي لكن احنا متعودين أصلا احنا عندنا مفيش دوري بينتظم بشكل عادي فبالنسبة لك حتى لو اجلت الدوري شهر شهرين انت ممكن اصلا انت عندك بطولة كاس العامل اللي انديها هتتلاعب في شهر كام اتناشر فانت عندك فرصة ان انت لو اجلتها تأجيلها حتى لو لعبت مثلا في شهر سبعة او لعبت في شهر تمانية ما فيش مشكلة خالص بالنسبة لنا حتى لو اجلت يعني اسبوعين كما فيش مشكلة يعني بالنسبة لنا اعتقد ان شاء الله يعني الدوري يكمل بازن الله ده اكيد الهدف الاساسي للاتحاد الكورة وللدولة اكيد ان الدوري يكمل ده حاجة اساسية يعني اصلاiamente المشكلة مش في الدوري المشكلة في الدوري الاول قسم الاول وقسم تاني وقسم تالت طبعا كل ده هيكمل كل ده هيكمل بكل التأكيد حتى لو تأجيلت شهر شهرين ما فيش مشكلة احنا السنة اللي فاتت كان في شهرين كاس امم ورجعنا كامنا بعد كاس الامم في شهر سبعة والعبنا وغني فيش ما فيش مشكلة للموسم الجديد والموسم الاستثنائية كتيرة جدا. لكن ده موسم استثنائي عالمي. طيب. مش مصري. بس هنا عندنا تطعيم منه. عندنا تطعيم. اه عندنا الحاجة. انا اخذين التطعيم.